بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أرمية عاوز أحكي لكم حكايته بسرعة الأول عشان لو حد قرأ أرمية ده بيسموه واحد من الأنبياء الكبار الكبار لأنه نبوته كبيرة نص النبوة حاجة وخمسين إصحاح وأرمية عاش قبل المسيح حوالي ستمائة سنة أرمية حضر سبي بابل يعني فضل يتنبأ ويقول يا ناس توبه لأنه ربنا زعل لأنهما بيعبدوا أوسان وشاف اللي هيحصل فابتدى يقول للناس بابل جاية بابل دي كانت عاصمة الكلدانيين وبابل كانت عملة تعلى لسه مش بين لها شيء بس هو عارف بالروح أن بابل جاية تحتل العالم كله قال لهم هتيجي عليكم أيام صعبة ما كانوش سألين فيه فابتدى يقول لهم بصوا بابل جاية خلاص حصرة البلاد سلموا طبعا دي كانت كلمة تعتبر ضد السياسة لما واحد يقول لهم سلموا للأعداء يبقى جاسوس فسجنوا سجنوا كذا سنة وبقى صداقية يجيبوا يقول له فيه كلمة من ربنا يقول له ما أنا قلتلك سلم البلد لبابل وإلا هتشوف بعنيك عيالك بتقتلق زي قدامك قال له كده صداقية كان جبان كان ملك خواف قال له طب ما تقولش لحد أنك قلتلك كلامته يرجعوا السجن تاني ويخاف من المستشارين يقول لهم ده أرمية بيقول لازم نسلم فيقول لا خلاص نحارب وهم عندوش حاجة يحارب بيها وبعدين دخلت بابل فعلا أخيرا بقى ودكت البلاد وحرقت الهيكل عشان كده مراسي أرمية كتب المراسي لأنه كان بيبكي وهو شايف الهيكل بيتحرق وبعدين هم عرفوا أن أرمية نبههم كذا مرة وقال لهم حقنا للدماء سلموا فتعاملوا مع أرمية بمنتهى الأدب البابلين لقوا راجل كبير وكان بيبكي وبيقول لهم أنا قلت لهم لا فيش داعي وقفوا أصدامكم لأن ربنا غضبان عليهم فقالولوا تحب تيجي بابل نعيشها كعيشها مكرمة قال لهم لا لو هتسيبوا شوية غلابة سيبوني معاهم في أرشاليم أنا ما قدرش أبعد عن الهيكل حتى لو خربان قالولوا برحتك خدوا بقى في الطلعة دي خدوا بقى دانيال وحسقيال كل دون راحوا سباية في زمن السابي كانوا شباب صغير أرمية كان عجوز بعدين قاعد بقى ضمن ألاف من اليهود اللي قاعدوا بعد ما خربت البلاد ناس فاللحين بصد غلابا فبعد شوية قالوا له طب نعمل دلوقتي البلد خربانا نروح نلتجأ لمصر قال لهم مصر إيه تاني ما ترجعوا لربنا بقى قالوا له بتبص يا أرمية وروح صلي وزي ما ربنا يقول لك نقعد في بلدنا ونعمر ولا نروح مصر قال لهم حاضر الراجل صلى وصم عشر تيام ربنا قال له ايه خليهم في البلد دي أنا مسؤول عنهم واللي يعود أنا هعمر له بيته وبكرة السابيه يخلص مسافة سبعين سنة يرجعوا اللي راحوا كمان يرجعوا بلاته هو قال لهم الكلمتين دول قالوا له انت بتضحك علينا تعاوزنا نغرق يجوا تاني موتونا تاني بتعبابل يلا كلنا هنروح مصر مصر ايه تاني حد يتكل على مصر ما اتكلته على بابل واتكلته على شعوب وتعذبته خدوه غصب عنه ونزله مصر وعملوا عكس اللي هو قاله صدر في مصر يقول لهم طب توب وكفاك وعبادة أوسان أم رجمو فأرمية يعتقد انه مات في بلدنا في مصر على يد اليهود بسبب انه فضل طول حياته يقول توب وما بيتوبوش فسفر أرمية من أجمل الأصفار وأرمية شخصية رئيئة فكان يبكي بسرعة يعني من كتر الشر اللي حواليه تأثر فيصعب عليه فمن كلامه يبان انه هو سريع الانفعال وما تنسوش انه اتعال على المسيح لما قالوا ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان في ناس قالت عليه ايه يكونش أرمية لأن اليهود كانوا متصورين أرمية في وداعة المسيح فقالوا يمكن أرمية يمكن إليه يمكن واحد من الأنبياء قالوا منتو بتقولوا يا لولا انت المسيح لكن عموما في وجه شبه بين أرمية والمسيح هقرى نص من أرمية عشان تشوفوا الحاح كلمة اسمها ارجع او ارجع يا نفسي او ارجعوا إلي ربنا بيقول الكلمة دي كتير اوه فأرمية ثلاثة يقول قائلا إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر هل يرجع إليه ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة أما أنت أنت يا صهيون فقد زنيتي بأصحاب كثيرين لكن ارجعي إليه يقول الرب يعني ايه في الشريعة اليهودية لو ست ثابت جزء طلقت اوه هو طلق راح ترتبطت براجل تاني ما تنفعش أبدا ترجع له جزء الأولان ده بالنسبة لهم نجاسة قال لهم مش انتوا عارفين كده قالوا له أعارفين كده قال لهم طب إيه رأيكم انتوا كشعب خنتوني وارتبطتوا بالأوسان ومش وسن واحد ده كذا وسن فكأنها زوجة خانت جزءها كذا مرة قال لهم برضا أقول لكم ارجعوا لي وأنا قابل على كده فهمتوا المعنى لكن ارجعي إليه يقول الرب ها ركز منص كده وبعدين نحكي فيهم بالراح فنفس الإصحاح يقول قال الرب لي في أيام يشي الملك هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل انطلقت إلى كل جبل عالي وإلى كل شجرة خضرة وزنت هناك فقلت بعدما فعلت كل هذه الواحد يتوقع بقى إيه قال إنه مش هعرفك ولا عاوز أشوفه الشكو تاني ويلا خليها تخرب على دماغكك ما قالش كده بعد كل البوازان ده يقول لهم ارجعي إلي فرأت أختها الخائنة يهوزة هما كانوا مملكتين والمملكتين بيتسبقوا في الشر أنتوا فاهمين المعنى يعني إسرائيل عبدوا أوسان في يهوزة غارت مملكة يهوزة اللي عندهم الأوتس أو الأورشاليم الحيكل يعني غاروا من اليهود اللي في الشمال اللي عبدوا أوسان فبقوا يجيبوا هما كمان أوسان ويعملوا زيهو نص ثالث احنا كل ده في أرمية ثلاث أنا بس بلح على كل ما عملت يكرر اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقول ارجعي أياته العاصية إسرائيل يقول الرب لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب لا أحقد إلى الأبد اعرفي فقط اسمك يعرفي غلطك يعني أنك إلى الرب إلهك أزنابتي وفرقتي طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب نص كمان تلاحظوا أن أنا معلم على كلمة إيه ارجع عشان احنا في نفس الإصحاح وعملت تقال كمر ارجعوا أيها البنون العصاء يقول الرب لأني سدت عليكم سدت عليكم يعني أنا رجلكم أنا الرجل بتاعكم احنا اتجوزنا بعض فالمفروض ترجعوا لي في الآخر أخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صيون وأعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بالمعرفة والفهم مرة خمس أنا قلتك كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراس مجد أمجاد الأمم يعني نفسي رجعك وعملك إيه ما كده يا صيون وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين نفسي ترجعوا تقولولي يا أبونا يا ربنا يعني يا أبي وما ترجعوش من ورائي تعني آخر جزء بقى إيه سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني إسرائيل لأنهم عوجوا طريقهم نسوا الرب إليهم ارجعوا أيها البنون العصاف أشفي عصيانكم ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إليه تقريبا ستة أو سبع مرات بتتقال نفسك كلمة في نفس الإصحاح ارجعوا مهما زوختم ارجعوا مهما لخبطتم ارجعوا مهما فسادتم أنا قابل بس ارجعوا وما تقلدوش الناس اللي ما بترجعش ارجعوا لي وهكذا أول مشكلة في النص ده أنها صارت لرجل آخر يعني إيه صارت لرجل آخر يعني شبه الشعب بأنه زوجة خائنة رحت لرجل تاني طبعا ده شعور قاسي جدا على أي زوج مراته تسيبه وتروح لوحد تاني وفي الغالب بيصعب عليه أنه يرجعها حتى لو تابت إنما ربنا بيقول لا أنا مستعد أنا مستعد أبلكم حتى بعد ما عبدتم أوسان واصرتم لرجل آخر إيه الراجل الآخر ده اللي بيسرق ولاد ربنا أول راجل آخر مشهور في حياتنا هو الزات هي الإيجل أنا يعني الواحد بيفكر في نفسه أكتر ما بيفكر في ربنا يبقى أنت بتعبد نفسك أكتر ما بتعبد ربنا كرمتك وإسمك ورحتك ومزاجك وفلوسك وحالك كل ده واخدك من ربنا فده نوع من حالات الزنا الروحي يعني إيه أنت ناسي ربنا ومركز في روحك الرجل الآخر ساعات يبقى الفلوس أغلب الناس الفلوس أهم عندهم ربنا حتى لو قالوا غير كده بس بدليل أنهم ما يعملوا أي حاجة عشان الفلوس وما يعملوش أي حاجة عشان ربنا يستخسروا يتعبوا عشان ربنا لكن ما يستخسروش يتعبوا في خدمة الدين ساعات الرجل الآخر يكون الناس يكونوا وكلين عقلك فيبقى الناس واخدينك من ربنا ارتباطك بيهم أكتر من ارتباطك آخر الرجل الآخر هو جسد ساعات جسدك يكون أهم من ربنا أكله شربه وراحه ولبسه ومزاجه فبيقول لكن أقولك ارجعي يعني حتى لو الفلوس حابتك سنين ولا كرمتك ولا جسدك ولا الناس ربنا بعد السنين دي يقول لها مش هترجع اللي بقى ابنه ما ترجع تركز فينا انت يعني لقيت ايه في الدنيا دي لقيت ايه مع نفسك لقيت ايه في الكرامة ولا كلام الناس ما انت قاعد تعبان يبقى اول ما يبدأ الله يحتمل مجغوليتنا يعني واحنا مجغولين قوي عن ربنا صدقوني هي لا تقل عن مشاعر الخيانة تصور انك انت مراتك مشغولة بأي حد إلا انت اكيد ده شعور صعب يجرح انما ربنا يفضل ساكت وساكت بالسنين مستحمل ربنا يحتمل حتى عبادتنا للأوسان ما دي زي الأوسان فلوس وكرامة ربنا يحتمل جهودنا ان احنا مش مقدرين كل اللي بيعمله معانا وعمالين ندور على حاجات في الدنيا تلي هنا ربنا يستحمل 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 ويفضل مستنين نرجع نرجع يعني نرجع نركز فيه احنا مش مركزين في ربنا كفاية ربنا مش مالي عقلنا وقلبنا كفاية ما عندهش غير كلمة واحدة ما يقولش ده انا هعمل فيك واسوي ويقولك في الآخر يلا عملت كل اللي نفسك فيه ارجع لي بقى زي قصة الابن الضال الابن الضال ضيع الفلوس وضيع كرامة أبوه بهدل روحه بس كان أبوه عاوز يقول له ايه ارجع وخلاص ارجع حتى لو انت مفلس ما عندكش حاجة الجزء الثاني في أرمية ثلاثة بيقول ايه انه لما شافوا ناس بتغلط بقوا يغلطوا زيهم بعدما فعلت كل هذه قلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي الي يبقى فيه ناس بتتمادة في الشر بتتمادة انما ربنا طول ما مدينا عمر يبقى ما عندهش غير كلمة واحدة بيوشوشنا بيها كل يوم يابني رجع لي قعد معايا ركز فيا اصهر معايا صهرة حلوة اديني من وقتك اديني قلبك فكأنه كل يوم في حياتنا حبيبي هو عبارة عن فرصة جديدة فرصة لقاء مع ربنا فرصة حب فرصة تغيير مصار فرصة رجوع وبعدين يعدي اليوم اكله وشربه ودوشة ويستنى ربنا اليوم اللي بعده يعدي زي اللي قابله طب بعدين يعمل ايه ربنا اكتر من انه يقول طب ارجعوا لي وانا عمال اديكم يوم واثنين وثلاثة بس هتخلص الحكاية لازم لها نهاية فلو ملحقناش يبقى ضيعنا كل حاجة الهنا طيب مستعد للغفران والنسيان في اي وقت يفتكروا القاعدة يبقى الواحد ملخبط ومددلع ومش طيق روحه بس ربنا يحب ولاده واستعد انه ينسى كل اللي فات وكأنه ما حصلش ويبص للواحد بصة كأنه ده يعني احلى حاجة عنده احذروا من ان احنا نقلد الناس اللي مش غلط خدتوا بالكم من المفارقة اللي بيقول يهوزة لقت اسرائيل بلخبط فخانت هي كمان سبقت حاجة توجع القلب يعني مش نقلد الناس الاطقياء بنقلد الناس البعداء تلاقي واحد ايه كل اللي هم ويشتري عربية جديدة تقوم وانا كمان ام انت كمان ياخي صلي كويس يعني فرقت كتير العربية تلاقي واحدة جاوزت بنتها والتانية بتاكل فروحة امتى اجاوز بنتي يا ستي شوية ركزي في ربان يعني هي جواز البنات ده كل حاجة ستلاقي ان احنا بيزغلنا ان احنا نقلد الناس من غير ما نقلد الاطقية النص التالت اذهب ونادي بالكلام ارجعي يا عاصية لا اوقع غضبي لاني رؤوف يعني انا جوايا غضب بس مش هسيبه مش هسيبه يوقع عليكم خطيانة احبائي بتنرفز ربنا تجاوزا اقول كده انتوا فاكرين لما ربنا يقعد يسمع اتنين ستات بيتكلموا على بعض بيبقى مبسوط واللي شايف واحد قلبه قافل على خوب ومتغاز منه وبيقذيه ده ربنا لما بيقول له حبقوق عينيك ما بتستحملش تشوف الشرج فربنا منع غضبه ماسك غضبه لانه لان احنا نستحق الغضب لكن كله يقول ايه بس لو تعرفوا خطيئكم اعرف فقط اسمك يعني اعترف انك تستحق الغضب جميل ان الواحد يصلي يقول له رب انا استاهل اروح جهنم انا عارف كده انا لو كنت مت قبل كده كان طبيعي هيبقى مكاني في الجحيم انما رحمتك علي مخلياني عايش وبتنفس لكن هو الطبيعي بتاعي كده اعرفي فقط اسمك يعني الواحد يدرك ادقي خطيطه كبيرة المشكلة ان الواحد مش سامع يعني بنسمع حاجات كتير قوي بس الواحد مش سامع الصوت اللي بيقول له يا حبيبي اعرف غلطتك بتتقلي وبتتقلكم بس احنا مش عاوزين نسمعها وصية غريبة شوية بتقول اعرف فقط اسمك وانك الى الرب الهك ازنابت لو تعرف غلطتك كبيرة قد ايه وتأصيرك قد ايه كنت تقضي بقيت عمرك دموع وتوبة كنت تسيب اللي في ايدك وتجري على ربنا وتقول له ارحمني انما الواحد مش عارف مش مقدر لحجم الغلط اللي عمل بقيت النص يقول ارجعوا ايها البنون العصاية قول الرب لاني سدت عليكم يعني ايه انا وعدت ان انا اكون الرجل بتاعكم حتى الترجمة تلاحظوا فرق ايام مارد ايو انا جهوزتكم هعمل ايه طيب يعني زي اللي وقعتوا علييا بخسارة بس خلص نصيبي كده فكأن ربنا بيقول البشرية انا الرجل بتاعكم انا مسؤول بالرغم من وحشتكم بس انا مسؤول عنكم فهنا احساس المسؤولية ده جميل قوي انك تحس ان ربنا مسؤول عنك مهما غلط وبعدين يوعد يقول ايه ده انا باخدكم واحد يعني بجبكم بالقطارة كده واحد من المدينة واثنين من العشيرة يعني بلاقي واحد كل مية اللي مركز معايا واجيبه صهيون فطبعا تخوف الحتة دي ان ربنا لما يعود يدور على حد مركز معايا ما يلاقيش غير واحد ولا اثنين ياه ده الموضوع يدعو للقلق لان الغالبية مش مركزين وبالرغم انه بيعطينا رؤاة حسب قلب يبقى فكرة جديدة احنا بنرجع الطبيعي للزوجة ترجع لجزء في الاول وفي الآخر ده الجسد واحد فهنا بيقول ارجعولي لاني انتو حتى مني انتو عضم من عضمي ولحم من لحمي انا فدتكم ودفعت تمنكم فلازم ترجعولي كمان لو لقيت العدد قليل ده مش معناه انه الغالبية معها حق الغالبية معهاش حق الاكثرية مشين غلط القطيع الصغير هو اللي يخلص خليك انت الواحد ده او الاثنين دول اللي يعرف يخدهم ويجيبهم صيون مشكلتنا في الزمن ده احبا ان اغلب الناس بتفكر في الفلوس فبكلنا بنفكر زيهم اغلب الناس كرمتها تصعب عليه فبعين نقلت اغلب الناس على الفيسبوك والميديا ومشغولة بالكلام ده فبعين نعمل زيهم الله مين قال ان اغلب الناس دول مرجع اغلب الناس مشين غلط ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه ليه تعمل زي اغلب الناس ليه ما تبقاش مختلف في الوقت اللي الناس بتتفرج على مسلسلات رمضان انت قعد تقرأ الانجيل هتقول لي ده واحد في المية ده اه هو ده اللي ينفع في الوقت اللي الناس عمالة تكنز وتحوش انت عمال تطلع وتوزع طب ده عكس كل الناس بس هو ده صح في الوقت اللي الناس كرمتها بتوجعها وتعملها زعل او تعملها خصام ونقعد بالشهور انت بتيجي على نفسك وبتحايل الكل وتكسب الكل طب ده مش موجود ده لا موجود بس قليل وهو ده الصح يبقى احنا محتاجين ندور نمشي صح مش نقلد اللي ماشيين غلط ارجعوا لاني سدت عليكم بأمارة ايه اعطيكم رعاة حسب قلبي يعني ربنا من رحمته علينا بيبعت لنا رسائل عن طريق رعاة يجوز اب اعترافك يجوز وعظة في الخدمة يجوز موضوع انت بتحضره داخل تقوله للناس فبيخبط فيك اعطيكم رعاة حسب قلبي يعني ربنا بيختار ناس حسب قلبه يبعتهم لولاده عشان يتوبهم وفي حياة كل واحد فيكم على الاقل في شخص ما حسب قلب الله لو سرحت بخيالك كده هتلاقي لازم في حياتك في شخص على الاقل تقدر تقول حسب قلب الله بيخف ربنا بجد بيحب ربنا بجد مركز في ربنا بجد اذا ما تقدرش تقول ما انا ما لقيت حد ماشي صح لا تقدرش تقول كده لانه اعطيكم رعاة حسب قلبي دي هدية لرجوعكم يعني لو رجعتولي كويس هتاخدوا هدية حلوة قوي انك تلاقي راعي يرعاك ويكمل توبتك ويكمل جهادك انا قلت كيف اضعك بين البنين واعطيك ارضا شهية ميراث مجدة امجاد الامم قلت تدعينني يا ابي ومن ورائي لا ترجعين اكتر واحد بقى يرجع وما يسيفش البيت تاني هو المستمتع بكلمة يا ابي احنا ليه بنسيب بيت ابونا كتير لان احنا مش فرحانين ان ربنا ابونا انما الابن تضل لما ده حضنة بوه مش عاوز يطلع تاني من الحضنة ده مش عاوز يتبهدل البهدلة دي تاني تقولين لي يا ابي ومن ورائي لا ترجعين يعني ما ترجعش تاني للدنيا بدل توبت ما تبصش وراء تاني بدل ابتديت السكة الصح ليه ترجع تاني تقول طب اجري وراء الفلوس تاني طب ازعل تاني من فلان طب ليه بقى كده اللي ده يا ابي دي خلاص بيكفر بداني اللي حاسس ان ربنا ابو مش مفروض في حاجة تعطله تاني كمان كلمة تدعينني يا ابي يعني ايه حط بقى رجائك في مراسك الابدي مش مراسك الارض احنا بنتراجع للعالم لان السماء مش واضحة صادعينينا تصوروا احباك ما تزعلوش من اللي اقولوه لو احنا مشينا النهارده كام واحد كان مركز انه محوش للسماء انت فجأة داخل السماء هنفترض مع الرجاء الشديد كلنا داخلين السماء هتلاقي انك محوش قد كده طيب ما كان عندك فرصة ستين سبعين سنة او خمسين او اربعين او الستات تلاتين واقل كان عندك فرصة انك تحوش هو كل اللي حوشته في حياتك دي كلها هو الشوية دول ده انت هتقول طيب ما ترجعني يا رب ساني حوش حاجة طيب ليه حبيب ما انت عندك الفرصة مش هو قال ما تكنزوش على الارض تكنزو في السماء وهو التحويش ده عبارة عن خدمة صلاة علاقة بالله تقرب من ربنا او تخدم الناس اديك عمال تحوش اذا كنت مركز في قولة يا ابي وعارف ان مصيرك في الاخر حضن ابوك السماوي هيشغلك السماء مش هيشغلك الارض وده اللي يخليك ما ترجعش تاني تخيب وتبص للدني يعني الواحد يستغرب ياهوزة هو اللي حب الفلوس مش متة طب متة قلنا عشار وطول عمره بتاع فلوس ما سمعناش خالص ان متة رجع ولا فرق مع الفلوس وبقى قديس عظيم ياهوزة ما نعرفلوش ده ما كان شكله فلاح ولا شكله ايه في الاول انما كانش الاولاقة بالفلوس هو ده بقى اللي الفلوس كانت عقله وباع المسيح بسببه لان متة داء الابوة وداء الحب وخلاص مش عاوز والفلوس دي رخيصة في نظره ما تفرقش معاه من ورائي لا ترجعين دي رسالة انك لما تتوب ما ترجعش للعملة اللي عملتها تاني لما تقولي يا ابونا انا اخطيت ادنت معناها بتقولي له اوعدك مش هدين تاني يا ابونا الشهر اللي فات ضيعت وقت كتير قوي معناها ضمنيا مش هضيع وقت تاني لما تقول انا كنت مش مركز خالص في الصلاة معناها من هنا ورايح هتركز من ورائي لا ترجعين هي التوبة معناها كده انما الواحد مكسوف من روحه انه يتوب ويقول ويعترف ويرجع يقول نفس الكلام تاني وثالث طب ازاي انت بترجع تاني لكل اللي انت بتعمله سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل اخيرا بقى اخيرا الناس دلتابوا وابتدوا يصرخوا بقى الربان فارجعوا ايها البنون العصافة اشفي عصيانكم ام وردوا عليه قالوا ها قد اتينا اليك لانك انت الرب الهنا يبقى الناس والرب الهم ساعات اللي يخلي الواحد تبطه ضعيفة وعنده فتور وبلادة كده انه ناسي ان ربنا انقذوا من الموت تياما وانه انقذ اولاده وانه سطر عليه وانه اداله حاجات ما يستهلهاش مفروض لما الواحد يفتكر الحاجات دي يسخن ويصلي بزمك ويحب ربنا اكتر ويقول له لا انا مش طالب منك ولا حاجة غير الرحمة انا خدت اكتر من حقي كتير انما اول ما بننسى اللي ربنا عمله نرجع تاني للفطور قالوله بكاء تدرعات عشان كده بقول هنا الدموع فرصة للرجوع ما اجمل الدموع داخل الصلاة وما اقصى الدموع خارج الصلاة الدموع تحطها في الصلاة تبقى نعمة برا الصلاة تبقى وجع قلب عشان كده طول ما عندك دموع دخلها في الصلاة صلي كتير عشان تحس بالنعمة وحضور ربنا اختي ما اقول ايه الرجوع كلمة بقى return to me ارجعولي بقى اللي عمل ربنا يتكلم عنها دي معناه ارجع دوق حضن ربنا يا جوز في حياتكم لحظة كده فيها انفعال حلو حسيت ربنا يعني بيطبطب عليك او بياخدك في حضنه او بيقولك انا مسامحك طب وهي اللحظة دي راح يتفين معاوزين منها كتير دي يبقى ارجع لحضن ربنا ارجع لسلام انت فقدته على فكرة التوبة تتأس بالسلام التوبة تتأس بالسلام لو عندك سلام حقيقي تبقى انت تعيب لو مضطرب منزعج قلقان غطبان اعرف انه ايه ما توبتش كفاية ما صلتش كفاية عشان كده انت مش مبسوط انما لو صلت بنفس وتوبت بنفس هتلاقي عندك سلام حقيقي ارجع الى نقاوة قلب الاطفال كلما تتوب كويس كلما القلب ينضف كلما تحب الناس كلها وتحس انك انت ما فيش حاجة فرق معاك لو قلبك بيشيل ويحط ويعد على الناس الغلط ويفكر في الدنيا زيادة ويقلب يبقى انت لسه نقصك كتير ارجع ارجع وخليك زلعال الصغيرة اللي ما فيش حاجة بالدائقة ارجع كمان الى قاعدة صح فاكرين قاعدة صح دي قلتها لك وابل كده المسيحي الصح ما بيعملش غير صلاة وحب ده المسيحي الصح فهتلاقي نفسك الدنيا خادتك ما بقتش صح بقت غلط بقت فيك بقى المشغوليات والكلام الفارغ والكسل ثم ترجع للصح الصح قضي يومك صلاة قضي يومك حب تبقى انت كده ايه ماشي صح اخيرا انا اقول لك ارجع الى قرار مزبوط خد قرار اي واحد فيكم اكيد في حياته كان فيه كام قرار صح مش قرارات الدنيا اصد قرارات توبة يعني يوم ما قررت تبتدي خدمة ده كان من اهم قرارات عمرك يوم ما قررت وانت صغير تبتدي تعترف ده كان قرار مهم جدا يوم ما قررت تطلع اكتر من العشور ده كان قرار جريء ورائع يوم ما قررت تسامح اخوك وتعذره وتفوت له ده كان قرار صح القرارات دي وقفت ليه ما هو ده اللي يزبط الدنيا كلها فكلمة ترجعولي يعني خد قرار لان زكا لما رجع للمسيح وقف واخد قرار نص فلوسها ديها للفؤرة والنص تاني هردها ان كنتوا قد وشيت بأحد هرد أربعة أضعف السمرية خدت قرار ارتركت الجرة ومش هترجع للراجل التاني الوحش اذا احنا بنحتاج يا حبائي كل فترة نطلع بقرار قرار توبة قرار تغيير قرار يعني اكسرسايز يعني هعمل من هنا ورايح تدريب معين ان انا ابطل كذا او اشد على نفسي في الموضوع ده او ازود في حياتي كذا انا كل اللي عاوز اوصله ارمية ثلاثة بيقول سبع مرات اشجعوا لي طبعا الكلام ده لنا كلنا لان حتى لو قلنا احنا خدام وفي بيت ربنا بس احنا مش مركزين كفاية وقت كتير ضايع مشاعر كتيرة ضايع افكار كتيرة تايها مشغوليات كتيرة بطالة لسه اللسان ما رجعش الربنا لسه الدماغ ما رجعتش الربنا لسه القلب ما اتملاش بربنا يبقى احنا محتاجين زيهم نسمع كلمة ارجعوا اليه لإلهنا كل مكذو كرام ترجمة نانسي قنقر